نحب أن نرحب باثنين من ضيوفنا الأعزاء نيافة المطران بطرس مراياتي مطران حلب في سوريا للأرمن الكاتوليك والأب هول صياح مدير قسم الإيمان والوحدة والسكرتيري العام المشارك بمجلس كنائس الشرق الأوسط نرحب به والقرال اللي ألوني الألحان هم قرال كنيسة السيدة العزراء بمغاغة نجاوب شوية أسئلة بسيطة ونخدش في الموضوع بتاعكم واحد بيقول هل لما شوف في حلم أثناء المنام لما شوف أحد القديسين بيكللي على فتاة ويقول لي لا تخف ثق إنها ليه هل أسط إنها ليه في الزواج ما تمشيش بالأحلام جايز الحلم ظهر لك كده لأن عقلك مشغول بيها فلأن عقلك مشغول بيها طلع لك في الحلم إن واحد من القديسين بيقول الزواج عايز عقل كويس وتفكر بحكمة هي تناسبك ولا لا بس الإيديس اللي ظهر لك ده يطلع مين واحد بيقول أرجو أن تصدر لنا كتاب عن الصمت والكلام كما قلت في الكتاب الرابع من تفسير الوصايا العشر إن شاء الله أطلع لكم كتاب هو التسويدة بتاعته أو الأصول بتاعته موجودة عندي بس عايزة وقص واحد بيقول أين كانت تذهب أرواح وأنفس الأبرار والأشرار في العهد القديم قبل القيامة قبل القيامة أو قبل الصلب ما كانش الفداء تم وما كانش تمن الخطية قد دفع فكانت أرواح كل الناس بتذهب إلى أقسام الأرض السفلة إلى الجحيم كما ورد في الرسالة إلى أفسس وفي رسالة بودرس الرسول لكن كان بينهم هو عظيمة لا يستطيع الأشرار أن ينتقلوا إلى مكان الأبرار ولا الأبرار إلى مكان الأشرار كما ورد في قصة الغني والعازر في لوء إسحاح 16 عبونا إبراهيم قال للغني بيننا وبينكم هو عظيم بعد الصلب والفداء والقيامة الأبرار انتقلوا إلى الفردوس كما قال السيد المسيح للس اليوم تكون معي في الفردوس واحد كان سأل على عماد الناس الكبار فقلنا لهم الناس الكبار بالعمتهم باللبسهم تونيا أو بالباب أبيض وبينزلوا المعمودية ما بيبقوش عريمين خالص عشان ما يكسوش فواحد بيبعث لي يقول لي إذا كان يتم عماد الشخص الكبير اللي عمره عشرين عام مثلا لابسهم جلباب أبيض أو تونيا فكيف يتم سيامته بسر الميرون بسر المصحة المقدسة بنمسحه بالميرون في الأجزاء الظاهرة من جسر يعني كل وجهه ودرعته إلى آخره وممكن أن أحد الأباء الأسقفة يدع يدع عليه وينفق في وجهه ويقول له اقبل للروح القدس وزمان كانوا بياخدوا الروح القدس عن هذا الطريق قبل ما توجد المصحة المصحة دي عرفناها موجودة في يحنى الأولى إصحاح 2 آية 20 آية 27 لكن قبل كده كانوا بيضعوا الروح القدس بيسلموا الروح القدس بوضع الأيد كما حدث في منح الروح القدس لأهل السامرة في أعمال إصحاح 8 بوضع أيدي القديسين بوترس ويوحنة وكما حصل في منح الروح القدس لأهل أفاسوس بوضع يدي ضد بولس الرسول يعني يوضع عليه اليد واحد بيقول ما رأي قد أستكفي الآية التي تقول إذا كسرت الخطيئة ازدادت النعمة جدا أفهمها إزاي يعني لما تكون الحروب شديدة جدا الشيطان بيحربك بقوة بتزداد القوة تلاقي قدر كبير من النعمة بيكون معاك عشان يحفظك من هذه الخطيئة فلا تسكت يعني ما تتضيقش لما الحروب تشتد عليك لأن في نعمة كبيرة بتحيط بيك واحد بيقول لماذا لعن أبونا نوح ابن ابنهي كنعان رغم أن كنعان لم يخطئ فالأبوه حام في عدم تغطيط وهو عريان هو سببين السبب الأول البركة حينما تعطى لا تنزع يعني ربنا لما بارك آدم وحواء لما أخطأوا ملعا همش قال له ملعون الأرض بسببك لكن هو لم يلعب أول إنسان لعن هو قاين كذلك ربنا بارك نوح نسل كنعان هو الذي لعن وباقي أولاد حام فد وقويسين لأول نقطة تاني نقطة ما هو لو لعن حام كان هيلعن كنعان ضمنا يعني فكفاية فرع مننا سؤال هل ترجم الكتاب المقدس اللغة الصينية واليابانية أعتقد أي ده ترجم إلى لغات عديدة جدا هل يوجد أسقف طبط للكنيسة القبطية في الصين واليابان لا يوجد لأن ما عندنا الشعب نعمله أسقف هل انتهت الشيوعية في الصين لا لسه ما هو موقف الكنائس المسيحية الأخرى من العبادات الغريبة في العالم فيه كنائس كثيرة لها فروع تبشيرية في كل هذه البلاد وعلى الرغم مثلا من أن الصين بلاد شيوعية لكن يوجد فيها كنائس وعلى الرغم أن اليابان برضو بالعبادات الشرقية القديمة لكن فيها كنائس واحد يقول أنا شاب خجول خجول ومنطوي وليس ليه أي نشاط في الكنيسة وبالطبع ليس ليه أب اعتراف وحس معه أنه في بعض الأوقات يبكتني وبعض الأوقات يشجعني لا يا حبيبي لما أنت تبقى خجول إيه اللي يمنع أن يكون لك أب اعتراف تروح لأب اعترافك إن كنت خجلان من الخال ومش عارف تتكلم ممكن أن أب اعترافك يساعدك بقى شوية أسئلة علشان تقول اللي أنت عايز لكن هتخجل ليه حتى الناس اللي مش خبولين لما بيعتركوا ساعات بيخجل معلش كون أنك تبقى خجول وباستمرار منطوي ده مش كويس اجتماعيا مش كويس لازم تتعود يكون لك أصدقاء يكون لك بعض أحباء من الشبان اللي في سنك يكون لك صداقة مع خدام الكنيسة خدام مدارس الأحد يعني تتعود بالتدريب إنك تخرج من خجلك تبدأ أنت شابه خجول أما لما هتخش في وظيفة مثلا هتعمل إيه لما تشتغل في عمل من أعمال هتكون خجول برده تحاول تنتصر على خجل وتحتفظ بشيء من الخجل من جهة الخطيئة يعني يعني مش تتخلص من خجلك كله تحتفظ بشيء من الخجل من جهة الخطيئة لأن ساعات الخجل يمنع الخطيئة برده واحد بيقول عندما مات يسوع أين كانت روحه هذه الأيام الثلاثة روحه في الأول نزلت إلى الجحيم إلى الأقسام الأرض السفلة وأخرجت الراقدين على رجاء من الأبرار وفتحت باب الفردوس وأدخلت هؤلاء وروحه كانت في الفردوس إلى أن نزل نزلت الروح وابتحدت بالجسد في اليوم الثالث عشان كده قال لي اللص اليوم تكون معي في الفردوس إذن كان في الفردوس أحد يسألني عن مبارات الأهل والزمالك نعرف أن الحكاية تتصلح ويصطلح بس بيقول في أحد الخدام زمالكاوي ومتعصب جدا مؤاخذ مارفاز وزعل وليس عنده يعني شوف يا حبيبي الإنسان الغياضي بيمتدح زميله الغلب وبيقوله كلمة طيبة يعني وإحنا صغيرين كانت الرحضة موجودة وأعتقدت موجودة لغاية الدولة وكثير قوي من الرياضيين حتى لو انهزم الواحد بيسلم على المزميل واللي انتصر ويهنقه والشخص اللي بينتصر بيقول اللي اللي انهزم هذا لك بيعتبرها لك مش ضعفة في الروح يعني القدرة الرياضية إنما حظوا مش كويس هم هيصطلحوا وانتوا ما تتعبوش مفسد هم هيصطلحوا مفسد لكن انتوا تعودوا تتعبوا ده مش كويس هل صاحبك ده اللي زعلان عبد المالك بيزعل على أي إنسان بيقع خطيئة ولا بيزعل بس على الانهزام في الرياضة وما يزعلش على الانهزام في الحياة الوقتية وبيزعل لو هو أخطأ بنفس الخطأ بنفس المقدار ما زعل واحد بيقول الرب يرعاني وخلق يعوزني شيء فلماذا نصلي ونطلب بعض الحاجات المادية من ربنا احنا بنطلب عشان لما هو يستجيب نفرح ونشكر وتزداد علاقتنا بربنا ومع ذلك مفروض ان احنا نشكر حتى من غير ما نطلب لان ربنا بيعطينا كل احتياجاتنا حتى دون ان نطلب هو بس ليس جميع الناس بقدر واحد في الإيمان فيه إنسان قوي جدا فيه إيمانه لا يطلب إلا الروحيات وفيه إنسان إيمانه ليسمح له ان يطلب الماديات أيضا ومع ذلك ربنا يحب انك تطلب عشان لما يديك تزداد العلاقة بينك وبينه وتفرح بيه واحد بيقول ما معنى الآية التي تقول تسجد له كل رقب ما في السماء ما على الأرض وما تحت الأرض هل يوجد تحت الأرض مخلوقات تسجد لله أنا جاوبتكم كتير على السؤال هو فيه حاجات كتيرة تحت الأرض طبعا في زمننا دلوقتي موجود حاجات كتيرة تحت الأرض هو اللي في المناجم دول مش تحت الأرض واللي في الغواصات وفي البحر مش تحت الأرض واللي في الأندرجراوند في الأنفاق في المترو وهو برضو تحت الأرض لكن لعل المقصود بتحت الأرض الشياطية وهم أيضا زي ما قال معلمني عقوب الرسول يؤمنون ويقشع الروم يعني عارفين أن ده ربنا لكن العبارة كلها تسجد له كل رقب ما في السماء وما على الأرض وما تحت الأرض يعني لهوته يشمل جميع الكائنات وجميع المخلوقات فالكل يتعبدون له أنا قلت لكم الحكاية دي مرة زمان سنة 69 كان أول مرة أزور ألمانيا وكنت أسقف ساعتها ورحت من فرانكفورت لشتوتجارد فجأة كده ما كانوش حاجزين لي حاجة فلقوا لي فندق تحت الأرض كان أصل أيام حرب هتلر كانوا بيعملوه يلجأ إليه الناس فدخلت فدخلت في الفندق دال تحت الأرض وركعت وقلت يا رب تسجد لك كل رقبة ما في السماء وما على الأرض وما تحت الأرض لأنني ساعدتكم تحت الأرض هو المقصود يعني جميع الكاهنات يعني ما تنشش بالحرف واحدة بتقول أنا مخطوبة من حوالي أربع شهور ونص ولم أوفق في خطبتي مع خطيبي لأسباب كثيرة أهمها كذا وكذا وهو معارض تماما على الكشف والعلاج والتحليل رضيئة جدا وأنا للآن لا أطيق إطلاقا ومع كل هذا فهو معترض على فسخ خطبتي وأبونا اتصل به أكثر من مرة ولم يحذر بفسخ العقل وأصبحت عملية عناد منه وأهله يهددوني بأنه لن يفسخ العقل إلا بعد ثلاث أو أربع سنوات لحين أن تفتح نفسيته وانا وانا كتبت طلب البطرخان فهل هذا الموضوع سوف يقفز من الوقت كتير لا يا بنت أول حاجة عايز أقول هالك الخطبة ليست عق داني أبدا ده مش عق الزواج هو العق أما الخطبة فهي وعد بالزواج ولذلك إحنا ما بنقدرش نفسخ الزواج لأنه عقل إله أما الخطبة فهي بنقدر نفسخ مش عق هو كل ما في الحكاية أن على حسب القانون بتاع الأحوال الشخصية أن لما لما فسخ الخطبة ييجي من الزواج يبقى يتنازل عن الشب لما ييجي من الخطيبة لما ييجي من الخطيبة يبقى يتنازل على الشب لما الخطيبة هي اللي تفسخ تبقى تردله الشب وتردله الهدايا الثابتة يعني غير المستهلكة يعني إدها خاتم إدها أي هدية كده ساعة أو أي حال ممكن هدايا دي لكن عايز تفسخ الخطبة ممكن قدمي طلب والخطبة تتفسخ بس ترجعي له الشبكة بتاعك وأحسن ما تعود ثلاث أربع سنين وسنك أكبر وتروح عليك بعض فرص أخرى وهو يأنب وهترجعي هترجعي ولو بعد حين فمش صعب قدمي طلب لو كنت مش قادرة تطيئ هذا الخطيب بس على شرط ما تندميش إذا تفسخت الخطبة وتقولي أحو مهما كان طبعه أحسن مما فيش ترجمة نانسي ربنا السؤال جوابه ربنا يغفر لك ويكون معاك بس تمشي كويس من أول دلوقتي وترجع للكنيسة رجوع مصبوح هكلم لك الأب كاهن المفتس لحل مشكلتك لا دي بنت لحل مشكلتك لازم تتخلصي من القيد اللي انت فيه شوفا دي مكرور والسلام واحد يقول لدي تلت مخطوطات بحجم كبير مكتوبة بخط اليد وكانت تخص المتنيح حبيب جرجس وقد سلمها لي أقرباءه قبل هجراتهم إلى أمريكا وأحب أن توجهني إلى من أدعها والمخطوطات عبارة عن كتاب ديسكولية وقوانين رسل مكتوبة بسطة أبا أبا هون في عندنا مضحف بحبيب جرجس في البطرخانة بنحط فيها حاجاته اللي خلفها فممكن تسلمها لهذا المتحف بتاع حبيب جرجس يتحط ضمن مخلفاته أو لو سلمتها للكلية الإكليركية بصفة أن حبيب جرجس كان مدير الكلية الإكليركية ممكن توضع هنا تبع المكتب وحبيب جرجس لم يكن له أسرة كان بتولا وكان أخواته بتوليين وماتوا طبعا ليس لهم ناس فأصبح أشياءهم ترثوها الكنيسة فممكن تسلموا إما للإكليركية لإما لمتحف حبيب جرجس واحد بيسأل سؤال بيقول ما معنى كلمة أورتودوكس جوس يعني ولذلك يعني الخلفاء الأورتودوكس اللي هما الخلفاء الراشدين بيترجموا بالإنجليز كثيرا فاليهود الأورتودوكس يعني اليهود سليم يعني مش منحرفين عندكو نعم طبعا انتو ملكوش دعوا بكلمة أورتودوكس لكن عندكو يهود أورتودوكس برضو يعني ليهم سلامة في الرأي ولا تسموهم كثلك جوس تؤدي نفس المعنى تأمد شك خد كلمة أورتودوكس من جهة المعنى اللغوي وليس المعنى العقيدي المعنى اللغوي وليس من جهة المعنى العقيدي نكتفي بالأسئلة دي وبعدين نخش في موضوع يا دوبك نقول ترتيلة بتاعت دقيقتين تلاتة ما يزيدوش عن كده عايز أكلمكم اليهاردة بنعمة ربنا عن شخصية كبيرة من شخصيات العهد القديم هي أرمية النبي أرمية النبي أول حاجة فيه أن ربنا اختاره قبل أن يولد اختاره وهو في بطن أمه حتى قبل ما يكش بطن أمه بيقول إيه كتاب فكانت كلمة الرب إلي قائلا قبل ما صورتك في البطن عرفتك وقبل ما خرجت من الرحم قدستك جعلتك نبيا للشعور دي حاجة جميلة تورينا دعوة ربنا واختيار ربنا للإنسان حتى قبل أن يولد بل قبل أن يحبل به أيضا الحكاية دي جد بالنسبة الناس كتير من ضمنهم مثلا محمد معمدان اللي قال عليه الكتاب في لوق 1 15 ومن بطن أمه يمتلئ من الروح القدس فربنا اختار من بطن أمه وأيضا شمشون نلاقي في قضاة 13 إزاي أن ربنا اختار شمشون وقدس وجعله نذيرا للرب قبل أن يولد من ضمن هؤلاء أيضا بولس الرسول في غلط 1 15 بيقول لما سر الله الذي أفرزني من بطن أمه يعني من بطن أمه كان مفروز للرب ففي أشخاص ربنا يختارهم مش بيختارهم كده بدون سبب لكن الله الذي يعلم كل شيء قبل أن يكون عارف هذه الشخصية بالنسبة للمستقبل هتبقى يعقوب أيضا اختاره الله من بطن أمه يعقوب أخو عيسى فقال لأمه رفقة قال لها في بطنك أمتان ومنك يفترق شعبان شعب يقو على شعب وكبير يستعبد لصغير وكان الصغير هو يعقوب فربنا له اختياره في الناس بيقول الكتاب الذين سبق فعرفهم سبق فعيهم في رومي 8 ربنا عارف مش محابا ولكن الذين سبق فعرفهم سبق فعيهم فربنا فربنا اختاره وهو قبل بتحبل به أمه وجعله نبيا للشعور وأعلم له هذا الأمر وهو بعد حدث صغير لدرجة لدرجة أرمي قال له يا رب لا أعرف أن أتكلم لأني ولد عيش غير قال له لا تقل أني ولد لأني إلى كل من أرسلك إليه تذهب وتتكلم بكل أمره لا تخف من وجوه لأني معك دي تورينا حاجة أن في ناس بيعتذروا عن الخدمة لسبب روحي يقبله الله وناس بيعتذروا عن الخدمة لسبب ربنا ما يقبلوه يعني أرمي ما اعتذرش عن الخدمة لأنه لا يريد الخدمة إنما هو شاعر بضعفه موسى أيضا اعتذر عن الخدمة لأنه شاعر بضعفه قال أنا إنسان أغلى في الشفاتين لست صاحب كلام لليوم ولا أمس ولا قبلا من أمس لكن في ناس بيعتذروا عن الخدمة لأنهم ما بيحبوش يخدموا الخدمة اللي ربنا اختار ليها أرمية في الواقع كانت خدمة صعبة وأي واحد فينا كان هيشعر بصعوبتها العصر اللي عاش فيه أرمية كان عصر وحش جدا الشعب كان رديء جدا الكهنة كانوا في منتهى الرداء الرعاة كانوا أردياء أيضا الملوك كانوا في منتهى الشرق الملوك كانوا في منتهى الشرق كان عصر فيه عبادة أصنام فيه عبادة أصنام وفيه ملوك كانوا سلكوا في عبادة الأصنام إلى أسوأ النواحي لدرجة أن ربنا غضب على الشعب وأراد أنه يفنيه أو على الأقل يسلموا لأيدي أعدائه لأيدي أعدائه من ضمن الناس دول مثلا منسة كان أحد الملوك اللي عاصرهم أرمية بيقول الكتاب عن منسة إنه عاد فبنى المرتفعات التي هدمها حزقية أبوه وأقام مذابح للبعليم وعمل سواري وسجد لكل جند السماء وعبدها وبنى مذابح في بيت الرب الذي قال عنه الرب في أورشليم يكون اسمي فيه وبنى مذابح لكل جند السماء في داري بيت الرب وعبر بنيه في النار في وادي بني هنوم وعاف وتفائل وسحر واستخدم جانا وتابعه أكثر من عمل الشر في عناء الرب ووضع تمثال إلى أخر ده من ضمن الناس اللي عاشوا بالشكل ده وبعدين جمل لبعده بقى شر منه برضه يعني من ضهم من ضمنهم مثلا يهو يكين وضع وضع شر أرمية العمل الشر في عينيه للرب ولم يتواضع أمام أرمية النبي من فم الرب وتمرد أيضا وصل بعنقه وقوى قلبه عن الرجوع إلى الله حتى أن جميع رؤساء الكهنة والشعب أكثر الخيانة حسب كل رجاسات الأمم ونجسه بيت الرب أرمية أرسل إلى هؤلاء الناس أحيانا ربنا يكلف شخص برسالة صعبة ونشوف إيه طاعته يعني الكتاب يقول طوبة لأقدام الممشيرين بالخير لكن واحد زي أرمية ربنا يرسله يقول لهم أنت ربنا هينتقن منكم أنت ربنا هينتقن إلى أيدي أعدائكم أنت هتقعوا في السب أنت هينتقعوا هينتقعوا يقول له طب خد على رأسكم ما فيش غير كده فأصبح الرسالة اللي هو أرسل بيها مش رسالة تبشير مش رسالة طيبة هي رسالة انذار انذار لشعب شغير وطبعا الشعب الشغير اللي هينزلهم هينتقموا منه وهيتعبوه وفعلا عملوا معاه حاجات كتير من هذا النوع شوفوا شوفوا ربنا قال لي أرميه قوله قال له أنا خليتك نبي للشعوب نبي يعني تقامل ايه هذه رسالتك كنبي قوله قال له قد جعلت كلامي في فن انظر قد وكلتك هذا اليوم على الشعوب وعلى الممالك لتقلع وتهدم وتهلب وتنقض وتبني وتغرس طب واللي هيقلعهم دول هيسبوه واللي هيهلكهم هيسبوه واللي هينقضهم هيسبوه كلهم هو يقفوا ضده طب وبعدين انتم الناس أكبر منهم وبعدين قال له ما تخافش ما تخافش منهم لا ترتع من وجوههم لألا أريعك أمامهم ها أنا ذا قد جعلتك اليوم مدينة حصينة وعمود حديد وأسوار نحاس على كل الأرض لملوك يهوزة ولرؤسائها ولكهنتها ولشعب الأرض فيحاربونك ولا يقدرون عليك لأني أنا معك يقول الرب اللي هيحربوه مين دول ملوك يهوزة ورؤسائها وكهنتها وشعب الأرض هيقف قصاد كل دول يحربوه طب يا رب ما تعفيني من المحيار وأنا مش أده ده أنا ولد لسه صغير ما تخاف شيء وروح أروح أقول لهم هتهلكوا وده كلام ده أروح أقول لهم هتلقوا في السبل حالة الشعب في ذلك الحين كانت حالة سيئة في أرمية اثنين اثناشر وثلاثتاشر ربنا بيقول ابحتي أيتها السماوات واقشعري من هذا جدا أيتها الأرض لأن شعبي عمل شرير ترقوني أنا ينبوع المياه الحية وحفروا لأنفسهم آبارا آبارا مشققة لا تدبطوا معا ووصل للأمر بربنا أنه ما كانش يلاقي في هذا الشعب شخص واحد بس هو قال هيحلق أوروشلين وبعدين قال في أرمية خمسة واحد ألطوفوا في شوارع أوروشلين وانظروا وعرفوا وفتشوا في ساحاتها هل تجدون إنسانا أو يوجد عامل بالعدل طالب الحق فأصفح عنها يعني أيام سادوم ربنا قال لو يوجد عشرة لا أهلك المدينة من أجل العشر دلوقت ربنا بيقول إن لقيت واحد بس لا أهلك المدينة من أجل الواحد مفيش في أرمية 23-14-15 بيقول صاروا كلهم كسادوم وسكانها كعمور ها أنا زاءت عنهم إفسنتينا وأسقيهم ماء العلو وفي أرمية عشرة بيقول لأن الرعاة بلده ولم يطلبوا الرب من أجل ذلك لم ينجحوا وكل رعيتهم تبددت في أرمية 13 يقول هذا الشعب الشرير الذي يقبأ أن يسمع كلامه الذي يسلك في عنات قلبه ويسير وراءة لها أخرى ليعبدوه إلى أن وصل الأمر بربنا في أرمية 14 وأرمية سبعة ربنا قال لأرمية لا تصلي من أجل هذا الشعب ولا ترفع من أجلهم طلبة ولا محرقة فإني لا أسمع لك ما تصليش من أجل الناس الأشرار دور فأنا لا أسمع لك كان غضب ربنا اتقد وبعته عشان ينزرهم طب يا رب ما تشوف لي شغلانا أحسن مندي أنا هروح بس كده للناس الأشرار دور أهي دي رسالتك يا أرمية أوعطف تكره يعني واحد يقول يا سلام لو كنت أنا نبي كان يبقى آخر تمام لو كنت أنا الرسول من الرسل كان يبقى آخر تمام ده آخر تمام إيه ده آخر بهدلة هو ده اللي حصل زي فاكر زمان لما أنبى بي من أسقف ملوي كان في السجن فاسمعوه مرة بيصلي بيقول له أشكرك يا رب أشكرك يا رب من أجل هذه البهدلة التي ما بعدها بهدلة فهو كان كده هو يعني فكركم الأنبياء دول يعني حالتهم كويسا ده إحنا دلوقت بنمجد أرمية وبنقول بشفاعة أرمية نبي يا رب أغفر لنا خطيانا لكن أرمية في ذلك الحين كان بيتشوي على نار هدية كده يعني بيتشوي إيه مع أورشليم اللي قال عنه السيد المسيح يا أورشليم يا أورشليم يا قاتلة الأنبياء وراجمة المرسلين إليه شوفوا بيقول إيه أرمية في الجو اللي عاش فيه ده بيقول لربنا قد أقبعتني يا رب فاقتنعت وألححت علي فاقبلت أنا ما كنتش عايز الشغلان هدي لكن أنت لحيت علي صرت للضحك كل النهار كل واحد استهزأ بي كلمة الرب صارت لي للعار وللصخرة كل النهار فقلت لا أذكره ولا أنطق بعد بإسمه فكان في قلبي كنار محرقة محصورة في عظامي فمللت من الإمساك ولم أستطع سمعت مزم من كثيرين وبعدين قال قال كما قال أيوب النبي ملعون اليوم الذي ولدت فيه اليوم الذي ولدت فيه أمي لا يكن مباركا ملعون الإنسان الذي بشر أبي قائلا قد ولد لك ابن ليكن ذلك الإنسان كالمدن التي قلبها الرب ولم يندل لأنه لم يقتلني من الرحمة فكانت لي أمي قبرا ورحمة تعلم ربنا بيبعثه بالرسائل متعبة فمش قادر عليه لدرجة في مرة من المرات قال ويل لي يا أمي لأنك يولدتني إنسان خصام وإنسان نزاع لكل الأرض لم أقرض ولا أقرضوني وكل واحد يلعني رسالة متأبة رسالة متأبة يعني لما واحد يكلف ببشارة لبه يفرح بيه لكن لما يكلف بأنه يروح يقول لناس انتوا هتضيعوا وهتهلكوا حاجة صعبة كل واحد هياخد حظه منه إحنا بنقول في الصلاة الربانية لتكن مشيئة كما في السماء كذلك على الأرض الملائكة ما بيفرقوش أبدا ربنا يقول للملائك روح أهلك كل الأبكار الموجودة من ابن فرعون لابن الجريا العراحة يروح يهلك ما يقولوش دي رسالة صعبة ربنا يقول للملائك ارفع صيفك على الأوروشلين يموت 30 ألف يرفع صيفه على الأوروشلين ربنا يقول للملائك روح تقلب مدينة سادوم يروح يقلب مدينة سادوم ما بيفكرش عشان كده بنقول لتكن مشيئة كما في السماء كذلك على الأرض لو أرسلتني يا رب لكي أوبخ أوبخ لو أرسلتني لكي أبشر أبشر زي ما الملائكة بيتقعوك في السماء يتقعوك على الأرض فيه ناس يفتكروا لازم يوبخ بولس الرسول قال لتلميذة موساوي الصعز وابخ انتهي لازم يوبخ ربنا أهلك عالي الكاهن لأنه لم يوبخ أولاده ولمه ربيهم كما ينبغي في الدسقلية يقول أيها الأسقل كما أنك أعطيت سلطانا أن تحل أعطيت أيضا سلطانا أن تربت أباءنا الرسل كمأت التوبيخ بيوبخه معلمنا القديس بطرس الرسول وابخ سيمون الساحل وضربوا ضربة ضيعته وابخ حنانيا وسفيرة وضربهم ضربة ماتوا فيه بولس الرسول بيقول في ديموساوس الأولي إصحى خمسة الذين يخطؤون وابخهم أمام الجميع لكي يكون عند الباقين خوف لكن لما الكنيسة دلوقتي تدلل أولادهم أخطأوا تدللهم قصروا في الممارسات الروحية تقول لهم مساكين نحن في عصر التكنولوجيا مساكين ما يحتملوش الصوم ما يحتملوش كذا لا دي ما ينفعوش يطلع عيال مدللين لا يصلحون للملكون أنا مرة قلت لك في محضرة قلت لكم ملكوت السموات عايز رجال يعني ناس أخياء برضه فيه ستات زي الرجال يعني يمشي تماما يعني تلاقي عزيمتهم قوية لكن لما إحنا ندلل الناس لا يصلح هذا لملكوت السموات ربنا بعت أرمية لكي يوبخ الحالة سيئة معلش معلش ومع ذلك أرمية كان صعبان عليها الحكاية دي دي ما كانتش سكته هو ما كانش في باله إن يسلك هذا الأمر ربنا يبعته يوبخ شعبا شغيرا وقاد أشرار ويتخاصل معهم ليل ونهار دي ما كانتش رسالته ولذلك نجد إنه هو في وقت اعترف بالحقيقة دي قال إيه قال له عرفت يا رب أنه ليس لإنسان طريقه ليس لإنسان يمشي أن يهدي خطواته مش مش أي إنسان بيقدر يتصرف في خياته ربنا مثلا لقى واحد زي إيه لي النبي كان رجل عابد على جبل الكرمل وعايش في حياة وحدة وحدور خده وقال له تروح ضد آخاب ضد أنبياء البعل ضد السواري حوله شخصيته في اتجاه ما كانش عايز موسى النبي كان رجلا وديعا هادئا جدا قيل عنه في سفر العدد إصحاح 12 آية 3 وكان الرجل موسى حليما جدا أكثر من جميع الناس الذين علوه في الأرض ربنا خده وقال له تعالى يا موسى أنا هسلمك لشعب صلي بالرقبة وشعب عنيد شعب أنا قلت عنه مددت يدي طول النهار لشعب معاند ومقاوة تمسك الشعب ده وتقول محنا كنا كويسين يا رب عندنا شهيد غنمات في البرية والواحد ماشي مبسوط قال له هو وكذا السيدة العزراء مريم ما كانتش تفكر في يوم من الأيام إنها تبقى أمة وتحبل وطربة ربنا قال لها قالت له ليكن ليك قولة ليس للإنسان طريقه ربنا بيأخذ كل واحد مننا ويحطه في السكة اللي ربنا عايزه مش اللي احنا عايزينه جايز راهي بيحب الهدوء والسكون وحياة الصلاة والتأمم ربنا ياخده بيقوله أخليك ترعى شعب طب أنا مش قدي الشغلانة دي وأحسن للسكون والتأمم تقول لي أكل ليك قولة أهو قرمية اتحط في حاجة من النوع ده رسالة مهاجمة وأنذار يهاجم الأنبياء الكذبة يهاجم الكهنة يهاجم الرعاة يهاجم الشعب المخدوع ربنا قال له كده يبقى لازم يمشي كده ومع ذلك ربنا ما قالوش بس تنزر قال له تدعو الناس للتوبة برضو يعني ربنا فيما كان ينزرهم كان يدعوهم إلى التوبة ادالوا بعض أمثلة ادالوا مثل الفخاري وده مثل لطيف في أرمية 18 قال له إيه قال له انزل إلى بيت الفخاري وهناك اسمع الكلام فنزل بيقول لك إذا الفخاري يصنع عملا على الدولاب بتاع الفخاري ففسد الوعاء الذي كان يصنعه من الطين بيد الفخاري فعاد وعمله وعاء آخر كما حسنا في عينيه يعني بيأخذ حط الطين يصنعها فازة مثلا تلفت يعجنها منول وجديد ويعملها فقال له الرب هو زا قطين بيد الفخاري أمتم هكذا بيد يا بيت إسرائيل طارة أتكلم على أمه وعلى مملكة بالقلع والهدم والإهلاك فترجع تلك الأمة التي تكلمت عليها عن شرها فأمدم على الشر الذي قصدت عن قصنعه منه يعني دعوة للتوب أنت تنزلهم وتقول لهم أنت هتهلاك فلو رجعوا زي الفخاري فسدت منه قطعة الطين رجع يعملها منول وجديد وبعدين إدالوا مثل آخر مثل المنطقة التي فسدت ولم تعد تصلح لشيء قال له برضو دعا للشعب ومثل الإبريق اللي قسر فأول ما قسر الإبريق ده قال له لا يصلح بعض اللي شيء هو الشعب بتاعكه كده ثم تكسر الإبريق أمام أعين القوم الذين يسيرون معك وتقول لهم هكذا قال رب الجنود هكذا أكسر هذا الشعب وهذه المدينة كما يكسر عائل فخاري لحيث لا يمكن جبر بعض ويدفن يعني انزال في ناس لما ربين ينزلهم يخافوا وفي ناس لما ربين ينزلهم يقاوموا ويشتغلوا شغل شديد اللي حصل بالنسبة لأرمية أنهم أبغضوه أبغضوه واستهزأوا بيه وقال صرته اللي اضحك كل النهار ومش بس كده ألقوه في الجب فخاصة في الوحو رموه في السجن ضربه أحد الكهنة سجنوا في المقدرة برضو تنبأ ضده كان هذا الرجل بيشتغل على قد ما يقدر ولكن في نفس الوقت كان قلبه حني عليه ولذلك تجدوا في سفر أرمية في دعوة كبيرة للتوبة دعوة للتوبة يعني مش بس للهلاك دعوة للتوبة في أرمية 24 يقول أعطيهم قلبا ليعرفوني أني أنا الرب يكونون لي شعبا وأنا أكون لهم إلها يرجعون إلي بكل قلوبهم في أرمية 31 تلاقي كلام لطيف يقول توبني فأتوب آية حلوة يرد تحقظوها أرمية 31 18 توبني فأتوب يعني إن كنت أنا ربا مش قادر أتوب أنت تتوبني ومع ذلك وسط كل هذه الإنذارات ربنا يعطي رجائم يقول أجعل شريعة في داخلهم أكتبها على قلوبهم أكون لهم إلها وهم يكونون لي شعبا سيعرفوني من صغيرهم إلى كبيرهم يقول الرب لأني أصفح عن إثمهم ولا أذكر خطيتهم بعد يا ريت ناخد درس من أرمية ده اللي هو كان يدافع عن الحق مهما حصل له حتى لو ضربوه حتى لو سجنوه حتى لو ألقوه في الجب هو بيقول كلمة ربنا وبيبلغ رسالته ويمشي على طول يكون درس أيضا للرعاة اللي ربه رعيتهم ولل أباء والأمهات اللي ربه أولادهم لأن ساعات الأب أو الأم يخاف أن ابن يزعل منه فيقعد يدلله وبعد أن الابن يفسر ساعات الراعي الكاهن يخاف يقول كلمة صعبة للشعب لألا يكرهوه فيقعد يدللهم ويمدحهم في كل أخطاءها برضو كل دي مش تنفع لازم الواحد يقول كلمة الحق زي أرمية مهما قاس في سبيله وفي نفس الوقت يفتح الباب للرجاء توبني يا رب فأتوب أصفح عنهم لا أذكر خطاياهم بعض وتورينا أيضا أن الإنسان اللي يعيش في جيل شرير مش معناها يبقى شرير زيه أو العيش الجو بتاع أرمية والجيل بتاع أرمية كان كله شر لا يوجد فيه شيء كويس وأخيرا ربنا ألقاهم في السبب ليه من أجل الشر اللي موجود ومع ذلك يوجد أرمية شاهدا للحق في ذلك الجيل أنا سأتقول يا رب طب مدام انت عارف أنهم هل كنين هل كنين ضيعين ضيعين طب بتبعث لهم أرمية ليه ما دا ما فيش فايدة فيه لابد ربنا ينذر حتى لو كان ما فيش نتيجة الزرع لما الزرع خرج ليزرع حتى الأرض المهجرة نزل عليه بذوق حتى الأرض اللي فيها شوف نزل عليه بذوق ولكن لابد أن يعطي فرصة لكل أحد كان أرمية في العصر السابق للسب وعاصر السبي أيضا وعاصر أيام بوخز نصر وكان شاهدا للحق في الجيلة وكان يشفق على الناس فيما ينذرهم لكي يرجعوا إلى الله تفضل نصر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة